من يعتقد أن ما يقوم به الطيار العوني يتمحور خارج حدود تطيير الانتخابات فهو مخطئ فكل مسرحيات البطولة ومحاربة الفساد التي استفاق عليها اليوم بعدما كان صامتا عنها لا بل مشاركا في صفقاتها طوال فترة حكمه في السنوات الخمس والنصف السابقة لا يشكل سوى خارطة طريق تدميرية تبدأ من غزوة غادعون على المصارف إلى استفاقة القاضي عقيقي بعد أكثر من خمسة أشهر على غزوة عين الرماني كلها محاولات ترمي إلى دب الفوضى الشاملة في البلاد تمهيدا للوصول إلى تقويد الاستقرار الأمني والاجتماعي اللازم لتأمين أرضية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرر في خمسة عشر أيار المقبل بصرف النظر عن الخلفية لموراء الملاحقات سواء كانت بنيابة العامة أو حتى قرارات قضاة التنفيذ بالنهاية بهمني النتيجة النتيجة هل هي لصالح المدعين أم لا لغاية اليوم لم تكن هذه النتيجة لصالح المدعين على الأقل لغاية اليوم مما يعني أن الحلوة المعالجة ما بتكون بقرارات إفرادية أو معالجات أو ملاحقات إفرادية بتكون من جهة أكيد لحتى ما نقال أنه ما بدنا نكافح الفساد مركزية على مستوى الدولة اللبنانية يعني عم نحكي نيابة عامة تنميزية أو مالية ها من جهة من جهة تانية بدنا نكون أمام خطة أنقاذية اقتصادية للدولة هي بتعيد تنشط القطاع المصرفي وبينتظم على هذا الأساس فكل الشيء متاح عند العهد مقابل تطيير الانتخابات وتفادي نتائجها حتى ولو كان إدخال لبنان بدوامة هو بالغنى عنها أو حتى تدمير الهيكل على رؤوس الجميع فهل ستنجح هذه المساعي؟ أنا ما بعتقد أنه هلأ رح نشوف وقف تام لهذا المسار القضائي اللي هو عم بيكون جزئي وفردي ومتفرق بعتقد الانتخابات ملزمة طبعا مش لأنه فقط استحقاق دستوري للأسف لكن أيضا بسبب الضغط الدولي هلأ إذا هذا الضغط الدولي جنح باتجاه آخر بأوكرانيا وغيرها من المستجدات الدولية ممكن اللي ما بده انتخابات يستفيد من تخفيف الضغط الدولي لا يأجل هذه الانتخابات فلا عجب حين يستخدم القضاء لغايات سياسية للتشتيت والتفتيت أن يصبح الوطن والانتخابات على كف عفريت